في السادس عشر من مارس من كل عام يحتفل العالم العربي باليوم العربي لحقوق الإنسان ومع حلول هذه المناسبة تسرد البحرين من جانبها قصصا تروى وحكايات فصلت عنوينها على مقدار حجم الدعم الذي توليه لمجال حقوق الإنسان وتبنيها لمختلف المبادرات والبرامج الطموحة التي تستهدف حفظ كرامة الإنسان وصون حرياته الأساسية التي كفلها دستور المملكة ومثاق العمل الوطني والقوانين المعتمدة في الوقت الذي تشارك فيه البحرين دول العالم العربي الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان تبرز عديد الأسباب وتطفو على السطح قافلة من الإنجازات التي تجعل من المملكة رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان وإرساء دعائم دولة العدالة والقانون وتعزيز أسس الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي في دولة مؤسسات مدنية تحاكيها الحداثة من كل جانب وما مهد الطريق لذلك هو مكنون النهج الإصلاحي الشامل الذي أطلقه جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه والذي شكل نقطة انطلاق لمرحلة تاريخية مهمة في المسيرة الوطنية للمملكة تجد فيها متنوع المبادرات والبرامج الطموحة التي تستهدف حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته وحرياته الأساسية التي كفلها دستور المملكة ومثاق العمل الوطني والقوانين المعتمدة ركزتان رئيسيتان اتكأ عليهم المشروع الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد المفدة أيده الله تتمثلان بانتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الأمر الذي عبد الطريقة أمام مسيرة تنموية شاملة أينعت معها مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها واخضرت في حضرتها أوراق شجرات حقوق الإنسان ودعم حرياته الأساسية أصلها ثابت داخل بناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار ويحافظ على قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام الأديان والمعتقدات بين القاطنين في محيطه صور مشرقة تروي قصة سلسلة من المكتسبات التي حققتها وما زالت تحققها البحرين في مجال حقوق الإنسان غير مقتصرة على مجال بعينه ولعل سن العديد من القوانين الرائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان تقف في سماء العدالة الإنسانية كمثل قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي جاء منسجماً مع السياسات الجنائية الحديثة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وآلية حقيقية لإعادة تأهيل الفرد وانخراطه في حياته الطبيعية ومحيطه الاجتماعي إضافة إلى إصدار قانون الأسرة وسن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ناهيك عن تبني المملكة لعديد الخطط والاستراتيجيات الوطنية الواعدة ولن يقف الأمر عند ذلك الحد بل سارعت البحرين إلى إنشاء آليات مستقلة في مجال حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة كإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في العام 2013 ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة إن جميع السياسات الحكومية الناجعة التي أفلحت في النهوض بمتنوع القطاعات المهمة في المملكة أصابت في الوقت ذاته عين الفلاح والنجاح ببناء ركيزة أساسية مثلة لمجال حقوق الإنسان بل واستقرأت ما يحتاجه هذا المجال من مدارات واهتمام كبيرين بالشكل الذي ينسجم مع المبادئ الراسخة في المجتمع البحريني المتراص الذي يعتبر مجال حقوق الإنسان جزءا أصيلا من ثقافته وتاريخه التليدي والمعاصر